أهلا وسهلا بكم مشاهديننا من جديد ودلوقتي معدنا مع فاكرة ضيوف الشازلي حابيني النهاردة نقدم لكم حد مهتم بمجال زاوية الاحتياجات الخاصة وبتعامل معاهم خصوصا أولادنا الصغيرين النهاردة نقدم لكم علامات مفيدة إزاي نقدر نتعامل مع أولادنا وإمتى نحتاج أن نحن نوديهم جلسات تنمية مهارات أو إن نحن نوديهم مراكز أو إمتى نحتاج أن نحن نلجأ لحاجات زي اختبارات الذكاء إيه الإجراءات اللي إحنا ممكن نتخذها قبل إن نحن نروح لدكتور أو حد أو مركز بيكون بيتعامل مع زاوية الاحتياجات الخاصة معنا ومعاكم النهاردة أستاذة ياسمين العبد أخصائي نفسي وأخصائي تربية خاصة رئيس مجلس إدارة مركز تميز للتنمية المهارات والعلاج السلوكي أحب نرحب بيها النهاردة أهلاً وسهلاً بحضرتك أستاذة ياسمين عملاً إيه؟ منورانا النهاردة في فقرة ديوف الشازلي ومنورانا في أول حلقة النهاردة أستاذة ياسمين كلمين كده أكتر عن فكرة المركز إيه اللي خليها طلعت معاكي مثلاً أن أنت تعملي مركز على طول مع أنك أنت مثلاً ليكي وظيفتك في المجال نفسه وبتتعاملي مع زاوية الاحتياجات الخاصة وبتتعاملي مع الأطفال حتى اللي محتاجين تنمية مهارات أو عندهم جزئية تخص صعوبات التعلم إيه اللي خليك أن أنت تقراري وتاخدي القرار أن أنت تفتحي مركز وتحطي فيه كل الإمكانيات دي في الوقت ده والله هو أول حاجة يعني أن أنا بحب الأطفال وكمان الجانب الإنساني في التربية الخاصة ده أنا بحبه جداً الأطفال زاوية الاحتياجات الخاصة بيبقوا عايزين تعامل من نوع خاص سواء في الجلسات أو في التعامل الطبيعي حتى ما بينه وما بين أي شخص فده اللي خلاني عملت للمركز بصراحة يعني لأن أنا حب المجال نفسه كجانب إنساني وكجانب مهاري وحاجة أنا حباه يعني حاجة مجال أنا بحبه لقيت نفسي فيه يعني هيل هيل جداً طبعاً دي دعوة من أسعد قلبك مع الشازلي أن أنت دايماً يبقى عندك حلم ثابت وتحاول أن أنت تكمل في مصور حلمك ما تخليش أي حاجة تشتتك عنه طيب أستاذ عاسمين إيه الحاجة اللي أنا إمتى أقدر أن أنا أو أبتدي أن أنا أقول أن ابني محتاج يروح ياخد جلسات تنمية مهارات أو إمتى أن أنا أحدد الفرق ما بين الطفل العادي أو الطفل اللي محتاج مصاعدة من مراكز متخصصة في المجال ده هو أول حاجة الأم لازم تكون معايا في كل خطوة أنا بعملها في المركز بتاعي لازم بسألها على كل النقط اللي تقدر تدهي لأن أنا أقدر أساعد الإبنها يعني أو الطفل اللي عندها أول حاجة ما بينه الأم والطفل علاقة بتتكون من ست شهور يعني أول ما الطفل بيبقى عنه ست شهور العلاقة بتتكون ما بينه وما بين أمه سواء كان في التواصل أو في التفاعل سواء كان في التواصل أو في التفاعل يعني حتى لما هي بتيجي تلعبه كده المفروض هو يرد كده عليها بالتعبير بتاعت وشه وتناغيه ناغيها كده لو هي لقيت إن الموضوع غير طبيعي ما فيش استجابة ما فيش استجابة أو ما فيش أي استجابة من الطفل هي المفروض بقى تلجأ يعني تخلي بالها في بعد سنة المفروض بقى تدور إن لازم تبقى هيا فيه أخصائي يتعامل مع الطفل تمام هيل جدا طيب إيه الحاجة اللي أنا يعني أنا وأنا جايلك مثلا أو جايب طفل ورايح للمركز اللي هو اللي عندك أجيب إبني واجي على طول ولا أعمل إيه قبل كده يعني إيه الخطوات اللي تنسحني بيها حسب ملاحظات الأم يعني حسب ملاحظات الأم على الطفل يعني اللي هو شايفة إن فيه حاجة متغيرة في سلوكيات ابنها أو في الطبيعي بتاعه بينهم وبين أقرانه أو في نفس سنة فيه حاجة متغيرة معاه لازم تجيبه يعني عشان نقعد إحنا نشخص بقى إحنا فيه هنا جلسة تشخيص اللي هي إحنا بنسأل فيها الأم عشان نقدر نحدد هو الطفل إيه المشكلة اللي عنده بالزبط بعد كده أنا باخد الطفل بعد جلسة التشخيص دي بشوف إيه المشكلة اللي قدامي حسب حالة كل طفل بعد كده بحطه على بعمله بقى بقى الايكيو تيست الايكيو تيست ده اختبار زكاء لستانفورد من يه يحدد فيه درجات معينة للزكاء إحنا بنستخدم فيه جانبين أول حاجة الدرجات دي يعني مثلا أنا أعرفها إزاي يعني ريت توضح لإستاذ المشاهدين ما هي الدرجات مثلا أنا لو حد دلوقتي كان عامل اختبار زكاء كنوع من يعني أنه أخذ ابن ورح أعمله اختبار زكاء طيب إيه الدرجات أو إيه المعيار اللي أنا أتعامل عليه من كامل كامل أو إيه هو الايكيو تيست أصلا بيتقسم لجانبين إحنا بنشتغل فيه بجانبين جانب لفظي وجانب غير لفظي الجانب اللفظي ده بيتقسم لأربع حاجات أول حاجة فيه الاستدلال السائل وبعد كده الاستدلال الكمي وبعد كده المعالجة البصرية المكانية وبعد كده الجانب الزكرة العاملة أما الجانب الغير لفظي فده بيتكون من أول حاجة المعرفة وبعد كده برضو الاستدلال الكمي تالت حاجة برضو الزكرة البصرية يعني هو أنا حلاقي في التست حلاقي كلام ده أيوة أيوة الموجود ده في الاستمارة بتاعت الاي كيوتست أصلا الأرقام بقام يعني مثلا تحددها من كام لكام يعني تصنيفتها يعني أنا لو عملت الاختبار مع الطفل وطلعت النسبة مثلا 25% حسب الدرجات لأن احنا بنطلع درجات أصلا من الاستمارة دي المفروض حسب الجوانب اللي عندي بطلع منها الدرجات لو طلعت الدرجة 25% ده اسمه طفل معتو بعد كده من 25% لـ 50% دي فئة البلهاء من 50% يعني هو الطبيعي أن أنا يعني الحضراتك اللي بتتكلمي فيه الأرقام اللي هي المنخفضة دي أكيد دي بتبقى سماتها واضحة لكن احنا مثلا خلينا نتكلم في الدرجات اللي هي اللي فيها حيرة هي الدرجات اللي فيها حيرة بتبدأ من فئة من 50% لـ 70% ده بيبقى أوه بيبقى عنده تخلف عقلي شديد بس بيبقى قبل التعلم يعني ينفع ييجي منه إنما اللي قبل كده ده مالوش يعني خلاص يعني ما ينفعش يشتغل معه أي جلسات أو أي علاج أو أي تدريبات أو أي حاجة ممكن بقى يتعلم مهارات ممكن لكن إنه هو يستجيل عن طريق إيه يعني مثلا لو إحنا يعني أنت مثلا عندك في المركز فيه أجهزة إيه أو فيه حاجات إيه ممكن نعرف يعني عنها كده ليلي مثلا جايب الأولاد إيه عندك بتسعليهم أو بت معظم الحاجات اللي عندي كد لها من جلسات معنا صور للمركز فنحب برضو إن إحنا نشوفها كده وحضرتك بتتكلمي معينا برضو نشيبت عنهم كلمينا كده برضو عن الفكرة اللي هي بتاعة جلسات المهارات يعني أنت مثلا الجلسة معاكي بتقسميها حسب البرنامج اللي بتحدديه بعد التشخيص أيو بعد التشخيص وبعد اختبار الزكاء لأننا عندي مثلا اختبار الزكاء ده بيختلف من طفل للطفل يعني فيه مثلا طفل عنده ضعف في الاستدلال الكمي بيعرفش المتر من الوزن بيعرفش الأوزان من الأطوال بيعرفش الاستدلال الكمي يعني ما يعرفش الكتير من الأوليل ما يعرفش الصغير من الكبير دي الحاجات الكمية ما بيعرفهاش خلال التنمية المهارات بقى في المركز من الجلسات أنا بعرفه يعني إيه الكميات بعرفه يعني إيه طول يعني ايه عرض يعني ايه وزن يعني ايه كتير يعني ايه شوية كده ده الاستدلال الكامل اما المعرفة المعرفة العامة في الحاجات اللي حواليها بص خلينا كده متفقين ان احنا نستغلى بقى الفرصة ان وجودك معنا النهاردة خلينا نقدم النصائح اللي هي الممتازة او فوق الممتازة اللي احنا نقدر نقدمها للام سواء اللي حتيجي عندنا للمركز او سواء الام اللي في البيت هو اهم حاجة بس ان نفسي يعني كل الاخصائيين بيقعوا فيها وبيظلموا فيها اطفال كتير خلينا برضو ما نعممش ان هو الاغلام هم اغلبهم ماشي معظمهم يعني امعيني لسه ما عرفتش الفكرة بس صحابي بطرد ايه اللي هي ايه ان هو يعني بيجيبوا الطفل متشخص على اساس الاي كيو والمفروض ان الاي كيو اصلا مش جهاز تشقيصي ده جهاز تقييمي بتظلم فيه اولاد كتير يعني بتظلم فيه درجات كتير يعني ممكن يبقى طفل ADHD اللي هو عنده اصلا فرط حركة ما بيقعدش الاختبار فبيسقط كذا حاجة فبيطلع نسبة الزكاة قليلة برغم ان هو نسبة زكاة واعلى من الاختبار بكتير فهو بالنسبة للتقييم حاجة والتشخيص حاجة تانية خالص جميل دي نصيحة طبعا هيلة جدا طب خلينا كده نقول مثلا احنا دلوقتي لو لو بنتعامل مع امه مثلا بسيطة او ما عندهاش الوعي الكامل او كده طبعا انا حاسس يعني احساس بيقول ان اغلب الكلام اللي هي هتقوله لنا ممكن يضللنا عن الوحاجة او في يوم هات كتير فعلا ومش بيقولوا الحقيقة اوقات يعني مثلا اقول لها ابنك بيعمل الحاجة فلانية معينة ويبقى مثلا انا عندي شك ان هو الطفل ده ممكن بيعملها فعلا سلوك معين او حاجة معينة في حياته فهي تنكرها مني فده ممكن يقلل شوية من الدرجات او التقييم بتاعت الطفل بالنسبة لي بس عشان كده انا بحط الطفل تحت ملخزتي انا جلستين ثلاثة مقدرش اقدر تقييم كامل غير لما احط الطفل قدامي ويبقى متعقل انا عايز اقولك بقى ان طبعا الكلام في الموضوع ده موضوع كبير جدا وانت توعيدينا بزيارة تانية انتوا عني يا دكتور ده ماشراتني والله وخلينا احنا كمان النهاردة مقدملك مفاجتين بقى اول حاجة مقدملك ليه هدية بمناسبة عيد الام ربنا يخليك يا رب يا دكتور متشكرا من كل الاولاد اللي بيتابعونا ومن البرنامج شكرا ربنا يخليك يا رب خلينا النهاردة طبعا ليوف الشازلي بيحب دايما يقدم لهم هدية مميزة ومنسبة ان حضرتك بتقدمي حاجات جميلة تخص الجانب الانساني دي اهداء من أسرة البرنامج وشكرا لحضرتك ان انت نورتينه النهاردة ده شرف لي والله انه كنت مع حضرتك يعني النهاردة ان شاء الله يعني انا سعدت بوجودي معاكم في برنامج اسعد قلبك مع الشازلي النهاردة كان معينا جلسة فطفضة وكان معينا ضيوف الشازلي وان شاء الله بنعيدكم كل اسبوع بمفاجأة جديدة وتكون متميزة تشرفت بوجودي معاكم النهاردة وانتظرونا في اسعد قلبك مع الشازلي شكرا